السلام عليكم وأهلا بكم بالحلقة 26 من السلسلة المنتظرة Setup Show السيتابات اليوم بساطة بس مش بطاطة كالعادة لا تنسونا من اللايك واللي حابب يشارك فيديو شرح الاشتراك تحت بالوصف ورسالة سريعة من سبونسر اليوم احصل على كل أنواع مفاتيح الألعاب والويندوز بأرخص الأسعار من CDK Deals وبإمكانك تحصل نسخة ويندوز 10 برو أصلية بأقل من 15 دولار طبعا أكيد لا تنسى تستخدم كود لخصم SNKRT لتحصل على خصم القناة وبعد شراء أنسخ المفتاح افتح أدادات ويندوز من قائمة أبداء التحديث والأمان التنشيط تغيير مفتاح المنتج أو خبط المفتاح هون وصار عندك ويندوز مفاعل أصلي وجاهز اتفقد أحدث العروض من CDK Deals بالرابط تحت بالوصف ونبدأ بالمشاركة الأولى من معاذ من الليكويد مع سيتاب جميل ومبسط بيستخدمه للإلعاب والستريم مواصفات البي سي معالج i5-10400F رامات 16 كورسير Vengeance RTX 3080 Ti Vision مع مبرد ماية NZXT X53 ومراوح RGB MF120 GT من Deepcool المراوح شكلهم مميز ورهيب بصراحة استخدمتهم بتجميع سابقة ومش غاليات يعني سعرهم جدا مناسب شابك البي سي على شاشتين الأولى Aorus CV 27F 1080p 165 هرتز والتانية LG 24GM77 1080p 144 هرتز وبالنسبة للإكسس فغارات Mouse Glorious Model O Keyboard Cooler Master هذا على ما أعتقد CK 550 أنا استخدمت أخوه الصغير CK 350 وكان ممتاز Mike HyperX Quadcast S وويبكام Logitech Brio ويبكام مش محبب كثير عندي لأنه سعرها مبالغ فيه كثير ممكن تشتري DSLR بسعرها سيتاب مرتب وجميل بصراحة وعنده كم سؤال إلي أخوي أيمن عندي مشكلة أحس أن عندي عنق سجاجة مع المعالج بسبب الكرت فل له داعي أغير المعالج وشنو تنصح؟ لا لا يوجد داعي تغيره الـ i5 10-400F معالج جيد أكثر من جيد حتى والسؤال الثاني ممكن تقترح لي أشياء أطورها من ناحية الجهاز ومن ناحية الجماليات في السيتاب يعطيك العافية على مجهودك في القناة ونتبنى لك التوفيق شكرا كثير لك صديقي طيب في عدة أمور ممكن تطورها أول شي مركب المراوح غلط حاططتهم كلهم إخراج أو إجزاست شيل مراوحتين من الرادياتور وركبهم فوق الكيس باتجاه إخراج أو إجزاست وجيب مراوحتين إضافيات إمكانوا نوكتوا أو كورسير أو أي مراوح بتحبهم وركبهم على الرادياتور بوضعية الإنتاج أو إدخال الهواء هيك أنت مانك حاطة مراوح إدخال الهواء أبداً وكمان حاول تجيب كابلات باور سبلاي باللون الأبيض والأسود بيطلع عندك الثيم رهيب بيطلع الشكل جداً جميل مع كارت شاشة الأبيض والكيس الأسود كالبلات أبيض وأسود بيطلع شوكولاتة حليب ثاني شي بما أنه عندك مايك كواد كاست اس من هايبر اكس أنا جربته وصوته ممتاز بس للأسف المايك بيعاني من بلوسيف فبنصحك جيب بوب فلتر مثل هذا صغير وبيتركب فوق المايك مباشرة وما بينزع شكله الجميل يعني مثل هذا رح أحاول أحطلك روبط تحت بالوصف شكراً للمشاركة وننتقل لبعده أمين من العراق كمان مع السيتاب بسيط ما كاتب لي بأيش بيستخدمه المواصفات كمان معالج i5-10400F يا أخي هاي هذا المعالج من أكتر المعالجات يعني اللي أشوفه بالمشاركات والسبابه جيد يعني معالج ممتاز كقيمة رامات 16 وكارت RX 580 4 جيجا وشبك البي سي على شاشة 24 بوسطة 60 هرتز من ديل ما كاتب لي أسماء الاكسسوارات بس الكيبورد شايف أنه من ريد دراجون وماوس رايزر فيبر مني بالقطاع السريع كاتب لي أخي شنو تنصحني هل أشتري شاشة أبدل أو أشتري كرسي جايمينج وشنو تنصحني أطور من قطع البي سي بمبلغ سبعين دولار بدل كرسي ليش يعني الكرسي مو مريح وبدك تزيد فريماتك مع الكرسي الجايمينج يعني مثلا ترى حتى أنا عندي كرسي مكتبي ما بزيد الفريمات لا تنخطيع طبعا طور الشاشة اللي بجرب هاي رفرش ريت مستحيل يرجع للستين هرتز حتى باستخدام المكتب العادي يعني تجربة هاي رفرش ريت مية أربعة أربعين أو مية وخمسة ستين هرتز أمتع بكتير يعني أنا أحيانا بستخدم اللابتوبي اللي شاشته ستين هرتز حتى بسطح المكتب بحس بحسه لاجي يعني هيكي بيهنق طبعا طور الشاشة قطعا وإيش تطور بسبعين دولار بهيك سعر ما في شي ممكن تطوره ويعمل لك فرق فلا تطور شي بسبعين دولار صمت زيادة وطور ممكن كرت الشاشة مستقبلا شكرا للمشاركة وننتقل للبعدو ناصر من السعودية كمان ستاب مبسط ويستخدموه للإلعاب فقط الأحسن شي مواصفات البي سي معالج i3-100 ما كاتب لي حجم الرامات بس على الأغلب 16 لأنه شايف حبتين كرت 1650 سوبر ممتاز من أفضل كروت الاقتصادية حاليا 240 جيجا ستا اس اس دي و 2 تيرابايت هارد ميكانيكي ومشبوك على شاشة فيو سونيك تن اي تي بي 144 هرتز كيبورد ريد دراجون كي خمس مئة واثنين وماوس لوجتك جي ميو 2 أفضل كومبو كيبورد وماوس اقتصاديات بدون منازع وسماعات هايبر اكس كلاود ألفة كاتب لي قريبا رح أطور لآي فايف 12400F مع مبرق بورد بي 660 صديقي مافي الداعي تطور لانه اي 3100 بيشتغل تمام بتمام مع ال جي تي ايس 1650 سوبر يعني لو كان عندك كرت أقوى كنت قلت لك اوكي طور بس يعني هالمعالج وهل كرت بيشتونه مع بعض يعني زبدة وعسل فرضا لو بدك تعمل أمور ضخمة مثل استريم او انتاج محتوى كنت قلت لك كمان طور بس كاتب لي انه الاستخدام بس للألعاب فلا مافي داعي تطور شكرا للمشاركة وننتقل لبعده نورة من الكويت والاخت نورة عندها ستوب جميل بصراحة بتستخدمه للألعاب كبداية وبتخطط تعمل استريم مستقبلا بالتوفيق مواصفات البي سي اوفر كيل نوعا ما معالج i9-12900K يعني تنويه هالمعالج يعني ما بعتقد انه لازم حدا يشتريه من الخليج لانه حتى هون بالشتاء وقت البرد مع مبرد كبير ماقدر ابرده بشكل جيد يعني الا اذا كان عندك مكيف خاص فيك ومكيف خاص بالبي سي فوقتها ممكن يمشي الحال بقول اشي لانه شفت كتير اسئلة بتسألني عندي i9-12900K ومبرده كبير والحرارة توصل للمية اوكي راجع انتل يعني المعالج ممتاز من اقوى معالجات الالعاب او اقوى المعالجات في السوق حاليا بس فرن للاسف المهم مشبوك على بورد Z690 جيجا بايت يو دي من افضل بوردات Z690 قيمة رامات 16 وكارت ارتي اكس للتلاف وستين مبرد مائي كاسل 240 من ديب كول الشاشة اسوس VG27AQL1A 2K170 هرتز شاشة ممتازة ودون بنصح فيها والاكسسوارات موس لوجيتك جي برو سوبر لايت ممتازة وكيبورد داكي 1-2 ميني وسماعات هايبر اكس كلاود 2 ستب ممتاز بصراحة والكابلات مرتبة تمام التمام مرتب انيق ومية بالمية كاتبتلي سؤال عندي شاشة قديمة 24 بوسطاني تي بي 60 هرتز تنصح فيها للستريمينج؟ نعم اكيد شاشة للستريمينج الثانوية ما في داعي تكون فانسي وفيها كتير امور اكسرا المهم تكون بريزولوشن كافي مثلا تي بي او اعلى يعني هي بس لا حتى تحط عليها مور ثانوية مثل الشات ادارة الستريم وو بي اس فتكفي نعم شكرا للمشاركة وننتقل للبعده محمد من العراق مع ستب قوي بسم كركب الاستخدام هافي وورك يعني اعمال ضخمة وعلعاب ودراسة مواصفات الفيسي معالج i9 10900KF رمالة 32 جيجا كرت RTX 2070 من MSI وعنده عدة اقراص تخزين اس ايديات وهاردات وطبعا في بي اس فايف محشور حشر جنب الشاشة والشاشة LG 4K بس ما كاتب لي مواصفاتها بالضبط كيبورد وماوس من ريد راجن وسماعات Logitech Pro X ويرلس كاتب لي سؤال لو كنت انت تملك هذه التجميعة هل تتركها على حالها ولا تحدها مع العلم البي اس فايف انا املك بي اس فايف واحيانا افكر في تحديث كرت الشاشة في نظرك هل فعلا الكيس استحق تحديث كرت الشاشة ايش دغل الكيس بكرت الشاشة المهم يا صديقي في امور غلط لازم تعملها قبل ما تفكر تطور الكرت اولا لش كلها الكركبة بالكيس يعني القطع عندك هاي اند وشكلها جميل وانت نازع الشكل بها الكبلات يعني صغيرة متل احشاء فك المبرت اقلب اتجاه المراوح واشبك كبلاتهم خلف البورت تصير شكل اجمل بكتير ثانيا حاطت كلها القطع الرهيبة على طاولة مش مريحة ابدا هذا اسمه الصرف الزايد على قطع ونسيان قطع تانية مهمة كلنا مننشغل باقوى واحداث القطع بدي اقوى كرت بدي اقوى معالج بدي ارهب كيس واحيانا مننسى قطع يعني بتأثر بالتجربة مثل الماوس والكيبورد وايضا الطاولة يعني ايش الفائدة من كلها القطع لو عندك طاولة ام رجلين وعكازة بتهز ومش مريحة وضيقة فبس جيب طاولة اوسع رتب عليها الكبليات حط الكيس فوق الطاولة بيطلع عندك الشكل اجمل ورح تستفيد اكتر من كرت الشاشة رح ترتاح باللعب اكتر وتعطيك تجربة امتع المسألة ماهي بس قطع المسألة تكون مرتاح بالقاعدة اما بالنسبة لتطوير الكرت نعم عندك شاشة 4K وممكن تستفيد من كرت اقوى بس منصحك تستنى الجيل الجديد افضل لك بكتير تحصل كرت اقوى وبنفس السعر شكرا للمشاركة وننتقل للبعده عزيز من الامارات عزيز عنده ستتب خرافي من الاخر وبعت لي عدد صور وما في غير وحدة منهم واضحة يا رجعني يا شباب يا جماعة صوروا لي صور واضحة هيك من زوايا واضحة باينة تكون زاوية كبيرة تبين كل شي مو صور ماكرو المهم وصفات البيسي اي سيفن تسع سبعمية كي رامات ستاح وكرت ارتي اكس ثيرتي ايتي فينيكس من جين وورد كتير بان سائل عنها الكرت فيا اخ عزيز اذا عندك تجربة معه من ناحية الحرارة والسرعات والامور يعني خامات تصنيع الامور اذا عندك تجربة ومعرفة فيك منيحة اكتب لنا تحت بالتعليقات المبرد انزا داكستي اكس سيفن تو او سيفن تي تيو والكيس غني عن التعريف الديناميك الاو إليفن دايناميك اكس ال الموس موس الشعب بس النسخة الوايرليس والكيبورد دكي تي كي ايل وسماعات ديتي 770 250 اوم نفس السماعاتي الحالية شبك البي سي على شاشتين وتلفزيون الاولى اسو سطف توكي 165 هرتز والتانية سامسونج 17 بوصة 75 هرتز والتي في سامسونج 55 بوصة ستب رهيب بصراحة وما عليه اي تعليق في بعض الصور المرسلهم مقبولة وبعضهم اما زاوية غلط او معتمات او قريبة كتير شكرا للمشاركة يا صديقي لا تنسوا بس ارسلوا صور واضحة يا جماعة وتكون هيك فيها كل شي يعني تكون زاوية كبيرة وبس يا جماعة هذا كان كنتش في فيديو اليوم اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا اذا اعجبكم المقطع اكيد لا تنسوا اللايك فيه تلغانا كتير وازفاتكم الفيديو السابق موجود هون اللي تكلمت فيه عن ايش موجود هون ايه عن مجموعة كروت الشاشة اللي عندي موجود هون كان معكم واخوكم معي محمد شكرا للمتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة